اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ثلاثة يمكن استخدامها في التنظيف لما تحتوي من خاصية امتصاص السوائل وتحافظ على ابقاء الاسطح جفة اما رابعا للمرضعة يمكن استخدامها بدلا عن ضماضة الارضاع وهي تحافظ على ابقاء الثديين جفين من تسربة الحليب خاصة في الفترة المولى من عملية الرضاع وهنا يمكنك وضع فوطة صحية على طرف السمتيان من الداخل وجعلها مباشرة لحلمة الثدي فهي بهذه الوضعية ستحافظ على ابقاء الثديجاب وتمتصق للحليب المتسرب والمفاجأة المذهلة لمن تعاني من التعرق الشديد من الابطين وهي خامسا ما عليك سوى ثني الفوطة على جانبي القميص من الداخل فهذه الطريقة سوف تساعدك بشكل كبير على امتصاص العرق وابقاء بشرتك جافة وتحميك من الحساسية والاحمرار في هذه المنطقة اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ووضع ثمب اوب او اعجبني شكرا لحسن المشاهدة والسلام ختام